القاهرة بقت القول عربيا في مؤشر الإبداع والإبتكار وده اللي أعلنه دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قال إن هيبقى فيه تصنيف كبير قوي للجامعة عربيا وهيكون برضو إتحاد الجامعات العربية ده يعني إن جامعة القاهرة تاخد التايتل ده من خلال إتحاد الجامعات العربية ده حاجة كبيرة قوي وده المركز الثاني عربين على مستوى الجامعات العربية وقال برضو إن ممكن تكون الجامعات العربية دي يعني عندها إمكانيات أكتر أو حديثة أكتر ولكن الفكرة هنا في الكونتنت بقى يعني إن هي جامعة القاهرة عشان هي برضو قديمة قوي لها اسمها وليها الدكاترة بتاعتها يعني حاسة بحاجات اللي زي دي بتميزها هي أكيد أكيد بمصر مميزها بالحاجات دي جدا صح؟ اللي التقريبا اللي كنت تعرف برضو إن التاني أو أول الأفضل جامعة ككونتنت أو كمحتوى أو كدراسة هي عين شمس مش القاهرة يمكن ده التصنيف ده دلوقتي خلاص يعني مش عارف صراحة التصنيف الأخير وصل حد فين هو تصنيف ده دلوقتي اللي كتطغي على المركز الأول في مصر وكلها كتعين شمس تعتبر إن هي أصعب جامعة أصلا ده المركز الأول أنا بسمع دايما إن جامعة عين شمس من أصعب الجامعات أه بحقي أصعب الجامعات في كل حال ومش عارفة يعني وهي كبيرا دايما كل سنة تعليم بتاخد مركز ضمن الجامعات أوكي في التصنيف ده يعني دايما بناخد مركز فيه عكس جامعة القاهرة متعرفش ليه الجامعة القاهرة ايه؟ دا ما عرفش عشان مفتيش وما مش عارفة بس حاسة يعني فكرة إن وصول جامعة عربية مصرية في تصنيف زي دا يعني دي حاجة في حد كتب لنا كومنت شوهاج مين شوهاج يونيفرسي سوهاج شوهاج انتب؟ أوكي سوهاج يونيفرسي جامعة سوهاج كلها تاخد كم ضف عادن انت؟ فدي حاجة برضو كويسة قوي إن جامعة القاهرة تكون يعني مصنفة إن هي عربية في مؤشر الإبداع والإبتكار تركونا برضو قولنا يعني إيه رأيكو؟ كايل رأيكو حسنا بس كده كده الفشل في السنين ملوش علاقة بالكرير بتاعك يعني معنا ناس كويسة في جامعة القاهرة ووصلت ومعنا ناس كويسة في جامعة خاصة ووصلت وفيه ناس في جماعة تكهيرا ما وصلتش وفشل وفيه ناس في جماعة خاصة ما وصلتش وفشل يعني هeman Said وفيه ناس في جماعة خاصة كويسين برضو الجماعة ما فشلوش aspire يعني مش قوي لا قوي على شكرة مش كلهم يعني رأينا من رأيكم فدتكم اللي تشوفو أنت تماما نحن نشوف مين علي مش عارفة بس يعني تكويس علي شكراك يا علي اهما شكرا بعكسك اهما청 علي انا هده علي اللي كان بيودا طبعا نشوف الموضوعنا بعد الحلقة